موسيقى بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اتفاقية التطبيع مع الإمارات وسبل تعزيز التحالف وكيفية تعميق العلاقات بين إسرائيل والمزيد من الدول العربية والإسلامية بالإضافة إلى قضايا إقليمية أخرى كما طالب بومبيو نتنياهو خلال زيارته القصيرة لإسرائيل بفرض قيود على ما وصفه بالتوغل الصيني في الاقتصاد الإسرائيلي وبحث سبل تعزيز التبادل الاقتصادي والتجاري بين إسرائيل وواشنطن هذا وقال وزير الخارجية الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو إن بلاده ملتزمة بالحفاظ على التفوق العسكري لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط تصوت الهيئة العامة للكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون تأجيل إقرار الميزانية والذي يقضي بتأجيل الموعد الأخير لإقرار الموازنة العامة حتى الثالثة والعشرين من كيون الأول المقبل أي بعد 120 يوما جاء ذلك بعد موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على المبادرة التي طرحها عضو الكنيست تسفيكا هاوزر لتسوية أزمة إقرار الميزانية معتبرا أن الاقتراح يتيح الضخ الفوري للأموال لصالح المواطنيين والاقتصاد ويلغي الحاجة إلى الذهاب لانتخابات 120 يوما إضافيا امتد عمر هذه الكنيست بعد أن وافق نتنياهو على مقترح قانون إرجاء التصويت على الميزانية خرج نتنياهو في مؤتمر صحفي ليعلن أنه وافق أخيرا على تمرير مشروع قانون إرجاء التصويت على الميزانية العامة للدولة مشهد آخر يؤקد أن نتنياهو يحكمו قبضته على المشهد السياسي في إسرائيل كل ما שראש הממשלה נתنياهو עושה זה לטובתו האישית ובגלל האינטרס המשפטי שלו הוא רוצה להיחלץ מהמשפט הפלילי לכן גם הפשרה הזאת במרכאות שהם הגיעו בעניין התקציב זה תעלול נחלולי שבסך הכל גורם עוד נזק לחברה הישראלית עכשיו לא יהיה תקציב לעוד חצי שנה אלפים של אנשים יפותרו, לא יהיו מינויים, ימשיך השיתוק הזה בממשלה ובמשק וזה דבר שגורם נזק כבד מה שצריך לעשות זה כבר היום במסרת הרוב בכנסת להצביע הצבעתי אמון על ממשלה חלופית אין צורך ללכת לבחירות ואם אין רוב כזה בכנסת עדיף לצאת לבחירות ולנסות לסיים את השלטון של המושחת והנוחל בנימין נתניהו حزب كحولبان يمعين في خسارته السياسية بعد أن فقد دوره كحزب بديل لنتניהו أولا ويخسر ثانيا قاعدة جماهيره وأخيرا يخسر في المعركة أمام نتניהו التصويت على إرجاء التصويت على الميزانية لم يوافق عليه نتניהו إلا لأنه انتزع بذلك ميزانية تضاف إلى الكنيسة قيمتها 11 مليار شيكل من ضمنها 400 مليون شاكل ستذهب للمدارس الأوتودوكسية الحاردية وهم حلفاؤه في الانتخابات النقاش لم يكن على الميزانية لا يوجد أصلا نقاش جوهري بين الليكود وكحولبان حول الميزانية النقاش الجوهري حول الموضوع الذي لا يتحدث عنه رئيس الحكومة وهو المحكمة حول تعيين رأس النيابة وتعيين المفتش العام إرجاء التصويت لا يعني أن قطبي الائتلاف الذي لم يأتلف يوما بعد على وفاق بل إن دائرة الخلافات أخذة في الاتساع نتنיהو أراد انتخابات لعدة أسباب أولا نتنיהو غير مرتاح أنه لا يملك أغلبية 61 هذا بسبب القائم المشتركة إضافة مقعدين للقائم المشتركة هما المقعدين اللذان ينقصان لنتنיהو كي يصل إلى 61 نتنיהو يقول لماذا أذهب إلى المحكمة وأجل ثلاثة أيام بالأسبوع داخل المحكمة الآن أستطيع أن أوزع بعض الهبات المالية بعد شهرين ثلاثة لن أملك هذه الإمكانية وأيضا الآن لا يوجد منافس لنتنיהو لهذا أراد انتخابات ولكن لأن أكثر من 70% المجتمع السايل لا يريد انتخابات والمجتمع السايل فهم أن فقط نتنיהو يريد انتخابات فهو تراجع تكتيكيا هو سيبحث عن فرصة إضافية قريبة من أجل فضل الإتلاف الحكومة الحكومة والذهاب إلى انتخابات مبكرة استطلاعات الرأي من جهة أخرى تؤكد أن نتنיהو يتفوق على حزب كحولفان الذي كاد يوما أن يصبح البديل لنتنיהو شارك ألف الإسرائيليين في احتجاجات عارمة على العنف الجنسي ضد النساء عقب واقعة اغتصاب لمراهقة من قبل 30 شابا في فندق بمدينة إيلات وفق الشبهات في حدثة هزت البلاد وأفادت وسائل أعلام إسرائيلية نمسؤولا رفيعا في الشرطة الإسرائيلية أكد على أن المحققين توصلوا إلى أدلة حساسة تعزز شكوى قدمتها الفتاة البالغة من العمر 16 عاما حول تعارضها لاغتصاب جماعي وأثار نشر تفاصيل واقعة الاغتصاب الجماعي التي حدثت في الثاني عشر من آب الجاري واستمرت لساعات طويلة ردود فعل غاضبة في الأوساط السياسية والاجتماعية ومنظمات حقوق الإنسان واستدعت الشرطة سبعة فتيان في السابعة عشر من العمر للاشتباه بطورطهم في الجريمة عدا عن تنفيذ عدد من الاعتقالات خلال الأسبوع الماضي حيث وصل عدد المعتقلين حتى الآن إلى أحد عشر مشتبها به شاركت ناشطات النسويات وجمعيات وممثلون عن المجتمع المدني في وقفة احتجاجية تنديدا بجرائم القتل ضد النساء أمام مباني الحكومة في مدينة الناصرة ودع المشاركون في التظاهر إلى نبذ كل أعمال العنف والجريمة في المجتمع وطالبوا الشرطة باعتقال القتلى والمجرمين يشار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري تم تسجيل حوالي خمسة وخمسين ضحية بينهم تسعة نساء في جرائم قتل بالمجتمع العربي تظاهر عشرة من سائقي الحافلات عربا ويهودا في مدينة بير السبع احتجاجا على استمرار الاعتداء عليهم دون تدخل من الشرطة أو تقديم المعتدين للعدالة جاء ذلك عقب اعتداء صاحب سيارة يهودي على سائق عربي الأسبوع الماضي ما أدى إلى نقله للعلاج في مشفى سروكا ببئر السبع هذا وتم وقف حركة البصات مدة ساعتين احتجاجا على هذا الاعتداء يذكر أنه مع عام 2016 تم تسجيل 104 حالات اعتداء جسدي ولفظي وعنصري على السائقين العرب في شركة المواصلات الداخلية لمدينة بئر السبع وفي الشهر الأخير من العام الجاري تم تسجيل أربع حالات اعتداء معظمها من قبل ركاب وطالب رئيس اللجة السائقين في بئر السبع يونس أبو جامع بتوفير الحماية ووقف استمرار الاعتداءات أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 962 إصابة كورونا جديدة خلال 24 ساعة ليسل عدد الإصابات النشطة إلى أكثر من 21.800 فيما وصل عدد الوفيات إلى أكثر من 835 وبحسب المعطيات يركض في مشافي البلاد مئات المصابين بحالة وصفت بين المتوسطة والخطيرة منهم 411 مصابا وصفت حالتهم بالخطيرة و116 تم ربطهم بأجهزة التنفس الإصطناعي هذا ويعقد المجلس الوزاري لمتابعة شؤون كورونا جلسة لمناقشة خطة البوصلة التي أعدها منسق كورونا روني غامزو والتي تقضي بقطع سلسلة العدوى وتقليل معدل الإصابات اليومية من خلال إجراءات وفرض تقييدات في المناطق الموبوءة مع اقتراب موعد بدء السنة الدراسية الجديدة تحمل الجائحة أثرها على السلك التعليمي أيضا فلم يكتفي الفيروس كونه مدمرا اقتصاديا وصحيا بل ومعطلا رئيسيا لعودة الطلاب والمعلمين لصفوفهم حيث هدد مركز السلطات المحلية بالإضراب عن الدوام المقرر في الأول من أيلول للنقص الحاد في الميزانيات المخصصة للمدارس نحن بالفترة الأخيرة قمنا بتلات نداءات نداء لحوسبة المدارس بشكل عام على صعيد الدولة نداء آخر لكل ما يتعلق بإعطاء حواسيب للمدارس لإعطاها للطلاب ونداء آخر في كل ما يتعلق بمواد التعقيم هذه النداءات تم توجيها إلى مدري أقسام المعارف إلى رؤساء السلطات المحلية هناك تقديم للطلابات ونحن خلال الفترة القريبة سنقوم بدخل الميزانيات للسلطات المحلية لفتتاحية والجهوزية المدارس يرى رؤساء المجالس المحلية أن صراعا ما زال قائما مع وزارة المالية على الرغم من المخطط الذي عرضته الوزارة وتشغيل 6300 عامل إلا أن نقصا هائلا في غرف التدريس إضافة إلى مشكلة عدم تشغيل نوادي بعض الظهيرة وتحويل الميزانيات للأولاد المعرضين للخطر تعد شحيحة وغير وافية غرف تدريسي ما فيه كفاية للطلاب والانتظام الكامل اللي هو حسب وزارة الصحة وكيف طلبت منها التباعد بين الطلاب كذلك الأمر صعب جدا يكون على اعتبار أنه كل مجموعة اللي هي عبارة الصف الواحد بدي يكون فيه حوالي 30 لا يمكن أنه يسعى الصف حسب قانون وزارة الصحة في هذا المجال أكثر من 10 طلاب وفي جلسة عقدة الخميس الماضي بين وزارتي المالية والمعارف في مركز السلطات المحلية تم توفير الميزانيات المطلوبة للمدارس إلا أن رؤساء المجالس المحلية ما زالوا يرون أن مطالبهم لم تلبى غير أن غرف التدريس تصل تكلفتها إلى مليار وثمانمائة ألف شيكل تقريبا كما يبقى التهديد بالإضراب قائما لحيم حل أزمة المدارس أقل من أسبوع ينفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد ولا يزال مستقبل نحو ثلاثة آلاف طالب في قرية واد النعم غير واضح بعد إعلان المجلس الإقليمي واحد الصحراء عن فك الارتباط ووقف منح الخدمات للقرية مسلوبة الاعتراف ونقل المسؤولية لوزارة التعليم نحن بتفصلنا كم يوم بس عندما تتحسن الدراسية الجديدة ووزارة المعارف حط إدها في مي بارد بتقدر تقول من ناحية الاهتمام في شؤون مدارسنا قبل عشرين يوم المجلس شيع مكتوب الوزارة المعارف أنه يبطل يعطي خدمات المدارسنا يعني أنه يوقف تعطي خدمات المدارسنا لليوم نحن باب نعرف من الذي يعطي خدمات المدارس من الذي يهتم بأمور الصيانة والنظافة والسفريات لأن المدارس تظهر مبنية أكثر شيء على السفريات يعني الثلاثة آلاف طالب يجووا كلهم في بسات فوزارة المعارف لليوم أعطتنا جواب وعندنا من شيع لهم مكتوب لأعطتنا جواب إيش وديسير في واحد تسعة من ناحية المدارس من ناحية نظافة المدارس سبعتنا من يوم مبدأ الوباء الكورونا لليوم للأسف الشديد ما في العمال النظافة قاعدين في بيوت لأنه ما أخذوا رواتبهم وما في تنظيف ما في تنظيف في المدارس يعني من شهر ثلاثة بتقدر تقول لليوم ما تنظفني مدارس لا الحمامات تنظفني ولا المدارس ولا صفوف يعني الوضع عيني منعلم كيف يفتحوا السر الدراسية الزدحان في الصفوف عندك كل طالب صفي ثلاثة وربعين طالب فكيف بدنا نتعامل مع الوضع هذا في وضع التعليمات الجديدة تبعات وزارة الصحة عشان وباء الكورونا أولياء أمور الطلاب في المدرسة استنكروا قرار المجلس الذي تم الإعلان عنه قبل شهر من افتتاح العام الدراسي ما يضعهم في مشكلة كبيرة كونهم لا يستطوعون تنظيم المسيرة التعليمية من سفريات وعمال نظافة ولفتوا إلى أن هذا الانفصال غير مهني بالنسبة للوضع المدارس لحتى الآن مش جهزات وإحنا قبل شهر تلقينا مكتوب من مجلس واحد الصحراء إنهم مش مسؤولين عن مدرسنا ولحتى الآن ولا واحد مسؤول عن مدرسنا والمدارس مش جهزات من ناحية تعليمية وظل علينا كم من يوم يفتح المدارس يعني ضايل أسبوع لفتح المدارس والمدارس مش جهزات ولا من أي ناحية طلع كيف من ناحية نظافة النظافة ما في نظافة ما فيه مش جهزين والوضع الكورونا بتعرف أنه ما فيه ولا واحد يهتم في المدارس ونتأمل يعني أنه الوزارة تهتم في مدرسنا وبتعرف أن المدرسة هذه فيها 1300 طالب وإن شاء الله أنهم يتأمل أنهم يفتح المدارس فأسرع ما يكون مجلس واحد الصحراء أشار إلى أن المجلس قام على مدارس سنين بأعمال صيانة وترميم لمدارس قديمة البناء والمطلب الأساسي هو ترخيص مباني المدارس من أجل بناء مدارس جديدة تخدم الطلاب بأسلامة وأمان كما هو الحال في الزرنوق والمشاش أفادت تقديرات مؤسسة التامين الوطني الحكومي ما بين 100 ألف إلى 200 ألف شخص غير مسجلين في مكاتب التشغيل فيما يتلقى مخاصصات البطالة 440 ألف شخص فقط أي ما يقارب 11% من القوة العاملة وبحسب سلطة التشغيل فأن حوالي 200 ألف شخص عادوا إلى مكان عملهم ولم يبلغوا بذلك ولا يحصلون على أي مخاصصات لأن مؤسسة التأمين أعلنت أنها تدفع حاليا مخاصصات بطالة لنحو 440 ألف شخص ووفق التقارير الاقتصادية فإن إحصائيات البطالة تشهد فوضى عارمة ولا يوجد عدد حقيقي يمكن الإمساك به وذلك بسبب وجود ثلاث جهات حكومية تعرض إحصائيات كل واحدة منها وفق منظورها الخاص دخلت مدينة أم الفحم ضمن قائمة البلدات الخطرة والمهددة بالإغلاق عقب الإزدياد الكبير بعدد إصابات كورونا فيها نسبة لعدد السكان حيث تم تسجيل حوالي 70 إصابة غالبيتها بسبب المشاركة بالحفلات والأعراس وارتفع إجمالية الإصابات إلى 618 بينها 235 إصابة نشطة فيما تم تسجيل 383 حالة تعافي وأكدت بلدية أم الفحم على عدم استماح بإقامة حفلات الأعراس في الساحات وملاعب المدارس وشددت على ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي وعدم الخروج حتى انتهاء الفترة المحددة وأدرجت 18 بلدة عربية ضمن قائمة الخطر بينها 6 بلدات عربية في القائمة الحمراء بسبب ارتفاع عدد إصابات كورونا فيها بشكل كبير وهي راهط وكفر قاسم والطيرة وكفر برة وعيلوت ودالية الكرمل مسلسل عنف دام ينهش بالمجتمع العربي دون توقف زاهقاً معه الأرواح البريئة دون رحمة ليرتفع عدد القتل العرب في البلاد منذ مطلع العام الحالي إلى 55 قتيلاً آخرهم كان أحمد ريان من قرية كابول جهودنا الآن منصب الاحتواء للأمر وتهدئات الخواطر والدخول في مسار يعني نسعى من خلاله إلى إيجاد حل لهذه المعضلة الكبيرة حتى لا ندخل في نفق مظلم من العنف والعنف المضاد ولا سمع الله حالات قتل إضافية أنا واثق تماماً أن أهلنا في كابول الآن يدركون المسئولية الملقاة على عتقهم سواء في عموم البلد أو في عائلة ريان وفي عائلة عكري وإن شاء الله المطلوب مننا في هذا الجانب سنقوم به من مساعي مع كافة الهيئات الاجتماعية والمجلس المحلي وجاهة الصلح في هذا الموضوع ولكن واضح تماماً أمامنا أنه ما زال قضية العنف والجريمة تستحكم في مجتمعنا العربي لا تسلم النساء العربيات من موجة العنف هذه حيث ومنذ مطلع العام قتلت عشرة نساء عربيات آخرهن المغدورة نورة كعبية إثر تعرضها للطعن ما دفع عشرات النساء للخروج في مظاهرة أمام مباني الحكومة بمدينة الناصرة يعني نحن نقف اليوم وقفة احتجاجية على أثر مقتل نورة كعبية نورة هي المرأة العاشرة التي قتلت هذا العام ونحن اليوم نقف لكي نعبر عن سختنا وعن غضبنا وعن ألمنا لاستمرار مسلسل الجرائم بحق النساء الذي لا يتوقف والذي من الواضح أنه ليس صدفة نورة قتلت نتيجة إهمال واستهتار وتقاعز كل المؤسسات قتل وعنث وحوادث إطلاق نار على الممتلكات والبيوت تشهدها البلدات العربية يوميا حولتها إلى شبه غابة دون رادع من الشرطة الإسرائيلية المتقااسة بالكشف عن الجنات أو وضع حد لشلال الدم النازف الذي يهدد أمن وأمان المجتمع العربي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة